أم محمد تسألني مايش رايش من الغلطان المهرة ولا عبير رياسين أنا رايش الفنتين لأن المهرة كانت تقدر تكتفي بأنه إذا ما عجبها مكياج عبير رياسين إنها تمسحها وتروح حق مكان ثاني حط لها مكياب وتروح مكان ثاني حط لها ميكاب اللي هي تكون راضي عنه عبير رياسين غلطت لما قالت موقف خايس الكلمة مو حلوة يعني الكلمة مو حلوة نهائيا يا عبير يعني أنت كلاس ولايدي وبنت ناس وراقية اختيار لكلمة خايس مو لايق حقك يا عبير والمهرة غلطانة إنها صورت إنها هذا الميكاب مو عاجبني ونزلت وهذا فيعتبر تشهير يعني أمانة أنت معاجبك مسحي وروح حقها حطاني حطت ميكاب ومرة ثانية لا تروحي لها لكن إنك تصورين هذا يأثر على رزق عبير وهم الوقت ولا أحد يرضى فيها الدنيا إن أحد يضر رزقته المكياج اللي مو عاجبك يا المهرة يمكن يعجب غيرك فما يصير ترجع تتكلم بأن هذا يعني أنت يحطي مكياج حق أشباه النساء لا هذا تجاوز مو حلو هذا تجاوز مو حلو يا المهرة نهائيا يعني مهما كان أن أنت عندجس سياء بسمو بهالألفاظ ولا بهالطريقة ترجمة نانسي قنقر